الميكانيكية بنوعياتها المختلفة أهلا وسهلا بكم وبرنامج تعليمي يتجدد بكم دائما وأبدا في بيتنا مدرسة أعزائي الطلاب بدأنا في وما زلنا في تدريس مادة تكنولوجيا العامة المقررة على طلاب الصناعات الميكانيكية الخاصة به الصف الأول قسم تشغيل المعادن قسم تشكيل ولحام المعادن قسم الأجهزة الدقيقة وما زلنا في التشغيل اليدوي وما له وما عليه من أنواع وعمليات مختلفة والدرس الثاني من التشغيل اليدوي وهو البرادة اليدوية بس قبل ما نبتدي بالبرادة اليدوية عايز حضراتكم كده تفكروني بالدرس السابق لأن احنا قلنا لحضراتكم في الحلقة السابقة ونالكم أننا عندنا مجموعة من العمليات الخاصة بالتشغيل اليدوي من أهم وأولى هذه العمليات طبقا للتسلسل المنطقي لعمليات الانتاج أو طبقا للتسلسل المنطقي لعمليات التشغيل عملية النشر بالفعل تناولنا في عملية النشر أنواع المناشير والفرق ما بين التفليج والتمويج واتكلمنا أيضا على زوايا القطع وإزاي أننا الخاصة دي سلاح المنشار وهل بتختلف تلك الزوايا ما بين معدن ومعدن آخر وهل بيختلف اتجاه تركيب سلاح المنشار من أثناء مشوار القطع أو مشوار الرجوع وهل بتختلف أيضا تلك القوى المؤثرة لإحداث عملية النشر بالفعل ده اللي تناولناه مع حضراتكم في الحلقة السابقة لكن النهاردة بإذن الله بعد ما التمرين بتاعنا أو المنتج تم نشره هتبدأ هناك عمليات تشطيب تشطيب خاصة بعملية النشر هذه وهي عملية البرادة سريعا نبص مع حضراتكم على الكدر الأدام منكم وماذا نعمي بعملية البرادة وهل عملية البرادة عملية ضرورية ومازال المصانع أو مازالت المصانع والشركات ومدارس التعليم الفني مازالت تمارس وتمتهن تلك العملية بالفعل حضرات لا يخلو مصنع من المصانع ولا يخلو أي عملية انتاجية من إجراء عملية البرادة حتى ولو لتشطيب المنتج أو لإزالة ريش بسيط أو لعملية تهذيب لمنتج تم تصنيعه أو إنتاجه سريعا نبص كده قبل ما نبتدي في حلقيتنا بيكم النهاردة نبص على الكادر الكادر اللي قدام منكم ده وده بيعبر عن موضوع حلقيتنا النهاردة الحلقة النهاردة عايزك كده دايما تعود نفسك كده على حتة التأملات الذاتية حضرتك قلنا لكم قبل كده أن حضرتك بتمتهن مهنة مختلفة عن مثيلاتها فبالتالي هتواجه وتشوف وتشتغل بإذن الله على آلات ومعدات وتمارس مهارات لم تكتسبها في السابق وبالتالي لابد من حتة التأملات الذاتية تقف كده قدام الماكينة قدام الماكينة وتتأمل تلك الماكينة تشوف الحركة جاي منين وبتشتغل منين تشوف عدات القطع دي بتقطع في المنتج ده ازاي والحركة جاي منين طب لو هل لو حدث عطلة عندي أعالج الكلام ده ازاي طب المنتج اللي تم إنتاجه ده هعمله عملية برادة طب هل أي منتج أستخدم له أي مبرد بس براها علينا شوية مستر قبل ما تدخلنا بقى في قصة المبارد وأشكال المبارد وأنواع المبارد عايز حضرتك بس واحدة واحدة كده بنلاع عليك معانا معاليشي وتقول لنا ماذا نعني بعملية البرادة قبل ما حضرتك تقول لنا أنواع المبارد يعني إيه برادة بس قبل ما أقول لك عملية البرادة أنا طالب منك حتة بسيطة خالص عشان تحطها في ذهنك قبل ما اشتغل معاك عشان عشان تعمل عملية اتصال مع الشكل اللي قدام منك ده بالكلام المعريف اللي أنا هعرضه لحضرتك بص كده معاليش بعد إذنك على الكدر اللي قدام منك ده ده فني واقف هو طبعا الصورة هنا لا تمتثل لتعليمات السلامة والصحة المهنية بالشكل الأمثل ولكن أنا الغرض من وضع هذه الصورة المعبرة هي رؤية رؤية تسبيت قطعة الشغل ومسك المبرد ومسك المبرد أنا الغرض من الفريم ده أن أنا بقول لحضرتك أن وضعية المبرد حيتمسك إزاي واللي حسبت أداة التشغيل أو أداة الخامة نفسها حتثبت عليه ووقفتك قدام المنجلة حتكون إزاي يبقى تأملات زيتية لبضع ثواني كده عشان نفهم الجوزية دي كويس جدا 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 حلوة أوه جميل تعالوا بقى معنا نقول ماذا نعني دي البرادة حلوة أوه معليش أنا هتكلم معكم شوية آآ آآ شوية بحت معرفة شوية قبل ما أدخل على التطبيق العاملي احنا قلنا في البداية عفوا قلنا في البداية أن احنا بنتحدث عن التشغيل اليدوي واخدنا النشر تاني عملية ضمن عمليات التشغيل اليدوي البرادة البرادة هي عملية تشغيل بالقطع نركز كويس جدا جدا في المصطلح ده كل عمليات التشغيل اليدوية يطلق عليها عملية تشغيل بالقطع تاني يا مستر الكلام ده معلش جميع عمليات التشغيل اليدوية يطلق عليها التشغيل بالقطع حضرك بتقول يا مستر تشغيل بالقطع هو فيه تشكيل يا مستر أنا سمعت زميلي بقول لي هو فيه تشكيل أيها بالفعل التشكيل بيتم على المعدن بدون خروج رايش نركز أو أو في الجزئية دي أو السؤال اللي تسأل ده هناك فرق ما بين التشكيل والتشغيل موضوعنا تشغيل وطالما تشغيل إذن فيه قطع بيتم وينتج عنه رايش حلوة كده؟ طيب التشكيل التشكيل عملية تشكيل بيتم على المعدن أو على المنتج بدون خروج عملية رايش دينا مثال يا مستر عشان نقدم نركز مع حضرتك وإحنا لسه في بداية الحلقة حاضر هتدي لك مثال تشكيل يعني ايه دينا مثال عملية التانية لما تجي حضرتك تانية تعمل عملية ثانية 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 أو درفلة لمنتج أو لشيت لمنتج أو لشيت درفلة هتأثر مع حضرتك على السمك ويزداد معاك مين؟ الطول زي كده لإيه؟ الجزء المطاطي كده لما بتشده بيزداد طوله ويقل إيه؟ تخانت أو يقل سمك طيب هل فيه رايش خرج هنا؟ بالطبع لا يبقى العملية هنا عملية التشكيل وليس التشغيل أما لو جينا في النشر بتاع الحلقة الأولى بتاعتنا والحلقة التانية البرادة لما حضرتك تجي تمسك المنشار مش قلنا فيه شظايا أو رايش بيخرج يبقى ده يسمى تشغيل نركز كويس جدا ونوضح الفرق ما بين التشكيل والتشغيل سريعا نرجع بحضراتكم ليه؟ عملية البرد هي عملية تشغيل بالقطع بإزالة الرايش وبيتم بردك عن طريق إزالة شظايا صغيرة اللي هي الرايش ركز معايا واربط الحلقة السابقة بالحلقة دي الحلقة السابقة كانت بتتكلم عن النشر والحلقة دي بتتكلم عن البرادة في أولى التعريف بتاع النشر كنا بنقوله عملية أطع بإزالة الرايش وتتم عن طريق إزالة شظايا صغيرة بنسمها رايش نفس المسمى بتاع النشر هو نفس المسمى بتاع مين يا حضرات؟ بتاع البرادة مع اختلاف تاني عشان ما تقولش ده المستر محمد بقولنا ان تعريف النشر هو هو تعريف البرادة؟ لا مع اختلاف نركز بقى في الحتة دي أسنان القطع اللي موجودة عندنا أسنان القطع عندنا القطع هنا في البرادة بيتم بواسطة أسنان المبرد اللي هي في الواقع في الواقع عشان تركز معي كويس في الحتة دي اللي هي في الواقع حدود قطع متتالية تاني تاني الأسنان دي في الواقع حدود قطع متتالية أنا قلتلك في النشر كانت الأسنان سنة مع سنة بتشبه شكل الأجنة أو الأزمية يبقى سنة مع سنة مع سنة مع سنة كونت سلاح المنشار طيب بالنسبة للمبرد مجاري متفتاحة أسنان متفتاحة الأسنان المتفتاحة دي سنة مع سنة مع سنة مع سنة كونت ما يسمى بحدود قاطعة السنة خلقت خلقت حد قاطع طب سنة مع سنة مع سنة مع سنة حد قاطع مع حد قاطع مع حد قاطع كونت حد قاطع على طول المبرد نفسه وبالتالي عملية القطع بتتم من خلال تاني عملية القطع دي بتتم من خلال اي حضرات عايز حد يسمعني فعلا جميل عملية القطع دي بتتم من خلال تلك الأسنان اللي تم تفرزها او سوري اللي تم قطعها على مين يا حضرات على طول المبرد حلو او طيب المبارد دي يا مستر محمد حضرتك في النشر بصوا بصوا طلاب قسم الصناعات الميكينيكي دايما معلش بنقول لأبناء من الطلبة المهنة سوق العمل محتاجها فلازم حضرتك تعرف بنسبة 100% اساسيات المهنة اساسيات المهنة انا ليه بقول اساسيات المهنة لان بقول يا مستر دلوقتي الطالب اللي بيسمعني بقول يا مستر هو انا في المصنع هلائي او هل في مدرستنا او في المدرس الصناعية عندنا جميع الادوات وجميع المعدات وكل التولز اللي في المصنع حلقها متوفرة في المدرسة بالطبع لا واتفق مع حضرتك تماما ان جميع الادوات والمعدات اللي متوفرة في المصانع مش هي المتوفرة كاملة داخل مدارسنا ليه لان دايما القطاع الخاص او المصانع بتتصارع في الحديث بمعنى ايه بتتصارع في الحديث يا اولاد بتتصارع في النهضة التكنولوجية كل ما هو مستحدث اف جريت دايما للمنتج اللي موجود عنده اف جريت دايما للأدوات اللي موجودة فبالتالي حضرتك محتاج ما يسمى باساسيات المهنة اللي بتأهل حضرتك للعمل داخل تلك المؤسسات الصناعية يبقى اساسيات المهنة حضرتك اعرف الاساسيات بتاعة قيادة السيارة وبعدين لما نجيب لحضرتك سيارة مانوال او سيارة اوتوماتيك او موديل معين حضرتك هتقدر تتأقلم خلال ايام بسيطة مع قيادة السيارة ولكن شرط اساسي حضرتك عندك اساسيات في المهنة على اساس تقدر تمتهن تلك المهنة وسريعا نرجع بحضراتكم للسؤال اللي بيطرح نفسه حضرتك مستر في الحلقة الاولى قلتلنا هناك اشكال عديدة ومتنوعة لمقابض او لهياكل المناشير اليدوية اذا هل هناك اشكال عديدة ومختلفة لاشكال المبارد بالفعل هناك اشكال منها المبرد المبطط وحنقول لحضراتكم شكله ايه وبيستخدم في ايه وهناك المبرد المربع وازاي حنقول لحضراتكم دلوقتي شكله ايه وهناك المبرد المثلث ومبرد يسمى ديل الفار ونصف دائرة وسكينة كل الكلام ده واحد بقول لي يا مستر الاسماء دي اسماء غريبة علي وانا ما بعرفش احفظ هو انا لما جي هو انا لما جي هنفذ منتج معين هقول جيب لي مبرد دي الفار او 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 طب ما المبرد كلها قدام مني وانا مش عارف اميزها جميل وسؤالك اجمل من الجمال هقول لي حضراتك بقى اتميز المبرد ازاي من خلال شكل المقطع الخاص بكل مبرد تاني الحتة دي تاني يا حضرات المبرد عنده ده المبرد بتاعي شكل المقطع بتاع المبرد اما من قدام هنا بياخد نص دايرة يبقى يسمو مبرد نص دايرة تاني تاني اما بياخد شكل مربع يبقى يسمو مبرد مربع اما بياخد من قدام من قدام من هنا مشكل مسلس يبقى يسمو شكل مسلس اما بيكون ملفوف زي دي الفار فبيسمى مبرد دي الفار تاني حضرات عرفنا ازاي نميز تلك الاشكال جميل جدا طيب حلو حضراتك يا مستر اه اه هو انا كده المبرد دي كده بالاشكال اللي حضراتك بتتكلم عليها دي هي ملهاش مادة صنع يعني انا مثلا ساي المبرد اللي انا بشتغل بيه ده معرفش متصنع من ايه لا هناك مادة خاصة بتصنيع تلك المبارد خد بالك بقى من الجزئية دي اللي انا هقولها لك وركز فيها كويس جدا جدا لانا ده سؤال هقوله لحضراتكم في نهاية الحلقة المبارد دي بتصنع من صلب الكربوني المقسة الله تاني ايه كلام المبارد تصنع من الصلب الكربوني المقسة لماذا ليه يا مستر انا ما صنعتش المبارد دي من مادة او من حديد طري او من حديد عادي خالص بقول لحضرتك بص يا جميل العقل بقول ايه عشان حضرتك تدفع حمل لازم قوتك تكون اكبر من قوة رد فعل الحمل تاني يا مستر الكلام ده معلش بعد ازا عشان حضرتك بدأت تتكلم معنا وممكن نتوه منك ونسيب القسم ونمشي تاني حضرتك لو هتدفع جسم مثلا كتلته خمسة كيلو جرام سين يبقى انا لازم قوة الدفع اللي انا هدفع بها تكون ايه اكبر منه لان لو اقل من الخمسة ما هقدرش ادفعه نفس الكلام لو مادة صنع المبرد اقل اقل قساوة من المعدن اللي هيتم ازالته مش هيقطع في المعدن بالتالي لابد من او ان تكون مادة صنع المبرد اصلد 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 مرة تالتة وتانية من نوع المعدن المطلوب اطعب ونركز كويس جدا 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 في الحتة دي يعني يا مستر محمد المبرد مايشتغلش على الفلاز بص بقى جميع احنا لسا دلوقتي بنقول ايه لابد ان تكون مادة صنع المبرد اصلد من نوع معدن الخامة المطلوب بردته عليه لكي تتم عملية البرادة حلو واوي طيب هناك مبارد بقى خاصة للزهر وللصلب والنحاس والاليمونيا مبارد مختلفة تماما يا مستر اه مبارد هتختلف وقول لحضرتك الاختلاف هيجي من فين وفين الاختلاف هيتم ازا عشان نركز كويس جدا جدا في عملية البرادة هي عملية تشكيل بيتم بيقل قطع بازالة الريش وبيتم عن طريق ازالة شزايا صغيرة بواسطة اسنان المبرد المسمى السابق لأسلحة المنشار كانت بتتم بواسطة اسنان سلاح المنشار وعرضنا الصورة لحضراتكم مرة تانية ولكن تعالوا بقى مع بعضنا واحدة واحدة شوية المبارد اللي عندنا دي مبارد بتاخد شكل اسنان يعني المبرد ده هو ده المبرد اللي موجود عندنا المبرد ده فيه اكتر من سنة متفتاحة كده بياخد شكل ايه اسنان حد مرتبة بشكل بيساعدها لما تيجي تمسك المبرد وتشتغل بالمبرد بيساعد على تسوية السطح وقلنا لحضراتكم بتصنع من الصلب المقسر ليه مستر محمد ليه بالذات تصنع من المادة دي على اساس ان المادة دي تكون اصلا من مادة او من نوع مادة الشكل او المنتج المطلوب برد حلو او نرجع مرة تانية بحضراتكم ليه اشكال المبارد بتختلف اشكال المبارد طبقا لنوع العملية الصناعية المطلوبة تانية مستر معلش بتختلف اشكال المبارد طبقا طبقا لنوع العملية المطلوبة على سبيل المسال انا عندي تقب مثلا يعني او عندي مجرى غنفار حلو او عندي سطح عدل هالمبرد اللي هيستخدم للسطح العدل ده للبرد للبرد العدل ده هو هو نفس المبرد اللي هيشتغل في التقب هو هو نفس المبرد اللي هيشتغل في المجرى الغنفاري بالطبع لا يبقى اذا بناء على نوع العملية اللي حتم بناء على اختيار نوع المبرد وسريعا ندخل مع حضراتكم على اشكال تلك المبارد اللي وضحناها من شوية لحضراتكم بس انا عايزك تركز فين تركز معايا في شكل المقطع الامامي للمبرد بص كده بص بص معايا معلش انت بص معايا على اصعب جزئية هوضح حالك عشان تفهمها معايا انزل تحت كده على النص دايرة ده شايفين من تاني من تحت النص دايرة ده جت من النص دايرة يا مستر محمد طب بص يا جميل بص كده على الطرف المدبب او على الطرف الامامي للمبرد بص كده واخد شكل ايه واخد شكل قوس نص دايرة واخد شكل نص ايه دايرة وبالتالي المبرد اللي عندي اسمه مبرد نصف ايه نصف دايرة يبقى نرجع سريعا لاول هذه الانواع من اشكال المبارد عندي مبرد مبطط عدل مبرد مبطط عدل وده شكل المستطيل او شكل الطرف الامامي للمبرد وعندي شكل اه مربع مسلوب مربع بس مربع جايب بسلب المبرد نفسه وده شكل المقطع بتاعه عندي مبرد مسلس مبرد ايه حضرات مبرد مسلس والمبرد المسلس دا ممكن اشتغل معاك في فتح المجاري الغنفارية يعني حضرتك لما بتنزل بعملية نشر نشر ويلي عملية النشر دي فتح مجرى غنفاري هنستخدم لها مين المبرد المسلس دا حلو قوي طيب عند مبرد بينسميه دي للفار اللي بياخد شكل دائري حلو اخدنا لحضرتك شكل المقطع بتاعك عند مبرد سكينة بياخد نفس الشكل ده اللي واضح مع المقطع بتاعنا يبقى عزيز الطالب لما حضرتك تيجي اه تدخل على اساس تتتتنفذ عملية اه 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 تشغيل معينة بالمبارد المختلفة اولا نعرف كويس جدا 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 نوع العملية او الشكل المطلوب تمثيله او المطلوب تنفيذه وبناء عليه استخدم اداة القطع اللي هي موجودة عندي وبناء عليه استخدم شكل المبرد المطلوب معنا ودي الاستخدامات بتاعتنا جميل جدا بقول يا مستر انت حضرتك هنا عرضتلنا الاشكال طب احنا عايزين نشوف الشكل ده بيستخدم ازاي قلية العمل بيه وهو الشكل العام لقطعة التشغيل اللي بناء عليها هاختار مين يا حضرات جميل اسمع منكم بقى معلش الناس نامت ولا ايه اسمع منكم رائع فعلا بناء على شكل المبرد اللي موجود عندي بيتم تحديده بناء على شكل العملية المطلوبة وسريعا نيجي بحضراتكم لشكل العملية بس انا عايز بقى منكم حاجة انا هقول لك هنا المبرد ده اسمه ايه وتساعدني تقول الاسم المبرد ده ايه بناء على يا مستر محمد بناء على شكل العملية نفسها بناء على شكل الخامة نفسها والله لو شكل الخامة مسطحة يبقى العقل بقول يا مستر انا هستخدم مبرد ايه مبرد مبطط عيدة طب تعالوا معنا نطبق الكلام ده ونشوف بصلي كده على الشكل رقم واحد ده بصلي كده على الشكل رقم واحد المبرد اللي عندك ده السطح احنا اول ما هنفكر هنفكر في مين في شكل المنتج شكل المنتج اللي عندك هنا عيدة وبالتالي هستخدم مبرد عيدة اللي موجود معايا هو انا عايز اعمل تسويت سطح مش محتاج مبرد انواع مختلفة ولا مسلسة ولا دايرة ولا نص دايرة ولا سكينة ولا دي الفار ولا الانواع اللي عرضناها لحضراتكم انا محتاج مبرد مبطط مبرد عيدة الموجود معايا طيب حلو اوي نفسي الكلام يا مستر محمد بص 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 كده بص جالك كلامي بصيلي كده على الشكل ده جميل بصيلي كده على شكل المسلس شفت انا قلت ايه انا غششتك اهو ده شكل ايه مسلس وبالتالي شكل المبرد اللي هيستخدم لتفريغ او لتشطيب ايه شكل المسلس ده هيستخدم مبرد ايه جميل جدا زميلكم بقول يا مستر هستخدم مبرد شكله شكل مسلس يبقى المبرد اللي عندي هنا هيكون مبرد ايه? مسلس. لان يا حضرات ما ينفعش يجيب مبرد عدل زي ده ويدخل في شكل المسلس ده. الناس تركز معي كويس جدا جدا. الامور سالسة والامور بسيطة. ولكن محتاجة بس شوية تفكير. محتاجة شوية تأملات ذاتية مع مع نفسك. طيب حلوة او. بتختلف اشكال اه اه الفتحات دي او 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 المجار اللي موجودة عندي وارد شكل يكون كده. وارد الشكل يكون كده. يبدي كلها ايه? حضرات وارد دي تكون كلها اشكال مختلفة. بصهم بقى. المبرد اه اللي احنا بنسميه المبرد دايرة. او بنسميه المبرد دي الفار. هو انا هستخدمه في ايه يا مستر محمد عشان انت كده حضرتك توهتنا. احنا دايما نعايزينك تربط لنا الواقع المعرفي او الواقع النظري بالواقع العام. بص يا جميل. لو جينا نبص لشكل اه اه الكلون بتاع الباب بتاعنا. كلنا في بيوتنا. اه بيكون في وش كده. الوش ده بيكون واخد واخد شكل دايرة وبعدين ينزل حتة مستطيلة شوية. يعني ايه? يعني ايه? يعني بياخد شكل دايرة من هنا بيدخل فيها المفاتيح بتاعة زمان اللي هي مش المفتاح النهاردة اللي هو لأ. ده بتلاقي فيه المفتاح من هنا. واخد اه شكل دايرة كده. ونزل منه سنة حتة مستطيلة كده. هو نفس الشكل اللي موجود قدام حضرتك ده. لو ركزت معي شوية. الجزء اللي موجود فوق مفتوحة هو الشكل الدائري ده محتاج ايه? حد يسمعني. جميل جدا. محتاج يا مستر محمد. شكل ايه? مبرد الفار. على اساس ايه? على اساس يدخل في الشكل الدائري اللي موجود عندي. حلو اوي وجميل. كلامكم الله ينور عليكم. كده بدأت الناس اه تفهم معايا اه احنا رحين فين وجايين منين من تطبيق استخدام واشكال المبارد اه اه المختلفة. حلو اوي. تعالوا بقى مع بعضنا. انت حضرتك وضحت لنا الاشكال بتاعة المبارد. وقلت لنا الانواع. بس يا مستر فيه حاجة. احنا عايزين نعرف بقى دلوقتي المبرد ده. حيتكون من ايه? المبارد اللي قدام مننا دي. مما تتكون. بص كده معاي. اي حاجة لها بودي. لها جسم. هناك كان اسمه هيكل. فين? حد يسمعني الهايكل ده كان فين? جميل جدا. رائع. كان اسمه هيكل في خاص بالمنشار. طب عندنا هنا اسمه ايه? جسم المبرد. الله ينور عليكم. طيب. طيب. جسم المبرد ده عليه ايه? عليه مجموعة الاسنان. حلو اوي. جميل. طيب يا مستر محمد. طيب. معذرة. طيب. انا عندي جسم المبرد. حلو. جسم المبرد ده مشقوق عليه ايه? مجموعة الاسنان. مجموعة الاسنان دي اللي هتعمل ايه? اللي هتقوم بعملية التسويق او عملية ازالة المعدن. حلو اوي. طيب يا مستر. هو المبرد ده مش فيه جزء اهوت اللي احنا بنسميه يد المبرد. يد المبرد. طب دي حيركب فيها حاجة يا مصر ولا هتشتغل كده هعلاك شوية عشان تفضل مركز معايا وقولك بعد دقيقتين بالزبط دي حيركب فيها ايه وشكل المقبض اللي حيركب فيها ايه بس خليك معايا ما ترقش بعيد حلوة اوي طيب الطول اللي موجود عندي ده كده الطول ده اسمه طول المبرد طول اللي ايه حضرات طول المبرد والجزء اللي في المقدمة ده اسمه رأس المبرد وبتاخد شكل مقطع لشكل المبرد سواء كان مثلث سواء كان مربع سواء كان دائري طيب ده كده بالنسبة ليه مكونات المبرد حلو هو مستر محمد حضرتك قلتلنا الاشكال بتاعت المبارد وفهمناها والانواع بتاعت المبارد وفهمناها حلوة اوي وقلتلنا مكونات المبرد وفهمناها هو المبرد ده عشان استخدمه فيه او هناك احتياطات لابد من اتباحها عند استخدام هذه المبرد بالفعل هناك احتياطات لابد من اتباحها ومجموعة من الارشادات الهمة جدا 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 لابد من اتباحها قبل ما حضرتك تستخدم تستخدم واثناء وبعد استخدام المبرد يبقى اذا هناك مجموعة من الارشادات الهمة قبل واثناء وبعد استخدام المبرد تعالوا مع بعضنا سريعا ونبص على شاشتنا ونشوف اهم تلك الاحتياطات والارشادات التي يجب اتباحها قبل واثناء وبعد اجراء عمليات البرادة المختلفة اولا العقل بيقول ايه استخدام المبرد المناسب للمشغولة المناسبة وما حنتكلمش كتير جدا في الكلام ده لان نقول ان المبرد المناسب في المشغولة المناسبة يعني ايه عشان ما نكررش الكلام تاني يا ولاد المبرد المناسب لو انا هشتغل مثلا سيء مبرد عدل يبقى هستخدم المبرد المربع او المبرد المبطط سوري المبرد العدل اللي موجود معنا يبقى اذا استخدام المبرد المناسب للمشغولة المناسبة ومدتها فلا يجب خلي بالك ومادتها دي ومادتها دي المادة يقصد بيها مادة الصنع يعني أنا قلتلك على سبيل المثال ما جابش مثلا مبرد خشادي اللي احنا بنسميه مبرد يستخدم للخشب اللي بيستخدمه الأمياجي مين الأمياجي ده اللي بينحط ويشكل والجماعة بتوع الموبولية اللي بيشتغلوا في النحط التماثيل ونحط وشغل القيمة بيستخدم مبرد خشابي ماينفعش اجيب المبرد الخشابي ده واعمل به برد حديد لأن أسنان المبرد اللازمة لإجراء عملية البرادة للمعدن حديد بتختلف عن أسنان المبرد المطلوب استخدامه في عمليات برادة الأخشاب يبركز كويس جدا جدا وحقول لحضرتك الاختلاف في ايه حلو طيب اخد بالك بقى من النقطة اللي جاية دي معلش دايما تتعود ما فيهودش حاجة اللي ما تفهمها الراجل هنا بقول لنا استخدام المبارد المستعملة في عملية البرد الأولي والجديدة في التنعيم يعني يا مستر محمد الكلام اللي حضرتك بتقول ده يعني نستخدم مبارد مستعملة في البرد الأولي والمبارد الجديدة في التنعيم بص يا جميع لما بتجي تستلم مبرد لأول مرة بتكون أسنان المبرد ايه أسنان المبرد حد ده لسه طازة زي ما بقول المبرد لسه جديد لانج لو أنا جيت استخدم المبرد الجديد ده والمطلوب عندي لسه حستخدم حستخدم عملية برادة بتتلو عملية نشر فسطح المعدن بيكون فيه الارتفاعات والانحناءات والانخفاضات أو بنسميها تداريس السطح نفسها مش مستوية بنسبة مية في المية فبالتالي حضرتك لو جبت مبرد جديد لانج لسه وهتستخدمه في المراحل الأولى حتوهلك المبرد بتاع حضرتك من أول مرة يبقى أنا أماهد البرد للمبرد الجديد باستخدام مبرد مستخدم سابقاً أو مبرد قديم شوية لانه مش هيأثر الأسنان بتاعته مش هتتأثر بمين يا أولاد مش هتتأثر بالتضاريس السطح الغير ومستوية فيه مراحل عمليات البرادة الأولى فهمنا الجزئية دي؟ طيب بعد كده لازم تنظف المبرد بتاع حضرتك من حين إلى آخر أسناء وبعد استخدامه هو المبرد بيتنظف يا مستر محمد؟ أيها المبرد بيتنظف يا جميع مش المبرد ده عبارة عن أسنان جنب بعضها كده ولما بتجي تعمل عملية برادة البرد ده مش بيدخل جوه المجاري بتاعت الأسنان دي حلو يبقى محتاجين نعمليه كل شوية أسناء عملية البرادة نمسك ننظف الأسنان دي طب بتتنظف بإيه يا مستر محمد؟ أنفخ عليها كده ولا نظفها بإيه يا مستر محمد؟ بتتنظف بفرشة أسمعها فرشات مبرد فرشة سلك خاصة فرشة إيه؟ سلك خاصة أو نحمل النحاس النقي المطروق بنظف به سطح أسنان المين؟ أسنان المبرد أثناء وبعد إجراء عملية البرادة أيضا هناك مجموعة أخرى من الإرشادات وهي نركز فيها كويس جدا لما تيجي تعمل عملية برادة للمعادن اللدنة ونركز كويس جدا 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 في المعادن اللدنة ليه يا مستر محمد المعادن اللدنة؟ لأن كمية ركز كده وشغل عقلك معاي المعادن لما يكون لين زي نحاس زي ألمونيوم زي رصاص لما بتجي تبرد فيه كمية الريش المزالة بتكون أكبر من العكس لو المعدن ناشف حلو؟ وبالتالي طالما كمية الريش بتكون أكبر بالتالي كمية المعدن اللي حتلتصق بالمبرد بتكون كبيرة على عكس مين يا حضرات؟ على عكس المعدن لو ناشف المعدن عندي هنا طريق وبالتالي كمية الريش اللي حتلتصق بالمبرد دي هتكون أكبر يبقى محتاج يا مستر محمد هل محتاج كل شوية أن أنا أجيب الفرشة السلخ ونظف؟ لا في طريقة تانية بس دا لو أنا حشتغل بإيه؟ ركز معايا لو أنا المعدن بتاعي هيكون رصاص أو ألمونيوم أو نحاس ناقي حمسح المبرد بتاعي بطبقة من الزيت تاني الجزئية دي تاني يا أولاد تاني جزئية المهمة الحتة الفنية المهمة دي لو حضرتك هتشتغل معدن أو هتبرد معدن رصاص أو ألمونيوم أو نحاس ناقي هتمسح المبرد بتاعي حضرتك في البداية بطبقة من الزيت أو الجرافيت أو التباشير الغرض منه إيه بقى؟ حتى لا تلتصق برادة هذه المواد خلي بالك كلمة برادة يعني رايش ركز معايا كويس جدا في الكلام دا عشان ما تستغربش المصطلح الفن دا حتة برادة يعني رايش الريش اللي بيطلع جراء عملية البرادة بنسميه إيه؟ بنسميها برادة حديد حتى في المصانع والشركات والورش الموجودة بنسميها إيه؟ برادة حديد بيتم تجميحها كده ويتم بيعها مرة تانية المهم تفهم إن هي اسمها إيه؟ برادة حديد حتى لا تلتصق برادة الحديد وتنحشر ما بين أسنان المبرد ويصعب إزالته مش أنا قلت لك يا جميل إن كل ما المعدن بيكون طري كل ما المعدن بيكون طري كل ما تنمية الريش المزال بتكون أكبر وبالتالي بيسهل التصاقها في أسنان المبرد طب تجنبا لعدم الالتصاق بأجزاء بجزء بأسنان المبرد يجد دهان سطح المبرد أو أسنان المبرد بطبقة من الزيت أو الجرافيت أو الطبشير حتى يسهل خروج الريش من على جسم المبرد أو من على أسنان المبرد لازم الجزء دي كويس جدا 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 ننتبه له حلوة بعد ما بنخلص يا مستر عملية البرادة دي المبرد دي بيتم حفظها فينه هل المبرد دي بنجي كده نحطها على بعضها كلها وتتخبط على بعضها وتتأثر ببعضها كده ولا فيه أماكن معينة لحفظ تلك المبرد بالفعل يا جميل وسؤال حضرتك سؤال حيوي وفي محله يجب حفظ المبرد في سنديك خاصة بعيدا عن العدد الأخرى تاني تاني ما هي العدد الأخرى؟ يعني عند حضرتك البوكليز اللي هي أدمة القياس يعني عند حضرتك أدوات الشنكرة سواء كانت براجل ودي حنتكلم عليها إن شاء الله في حلقات جاية بإذن الله ما تجابش المبارد تحطها على البوكليز بتاعتك ما تجابش المبارد تحطها على أدوات الشنكرة ما تجابش المبارد وتحطها على براجل الأبعاد والقياسات اللي موجودة عندك إذن كل أداة لها مكانها المخصص بيها وبالتالي يجب حفظ المبارد في سنديك خاصة بعيدا عن العدد الأخرى وعدم تكدسها فوق بعض يعني ما تحطهاش إيه حتى لا تتلف أسنانها ونركز كويس جدا جدا في تلك الإرشادات نقطة تانية يجب تجنب سقوط أو استضام المبارد بالأرض يعني حضرتك ما تبقى الشغال بالمبرد ويقع منك على الأرض حتتلم أو حتبلى أسنان تلك المبارد أيضا إحنا كده قلنا أشكال المبارد نمشي كده كده ستيب باي ستيب قلنا لكم يعني برادة تعرفها يعني عملية برد وقلنا أنواع وأشكال المبارد وقلنا مكونات المبارد وقلنا لحضرتكم تلك الإرشادات والتعليمات الخاصة بالحفاظ أو لكي يتم الحفاظ على المبارد دلوقتي كده فهمنا البيس أو الأساسيات بتاعتنا دلوقتي يا مستر محمد أنا عايز أجهز المبرد المراد استخدامه في البرادة اليدوية أنا كده عايز إيه؟ عايز أجهز المبرد زي ما كنا في أول حالة وقلنا لحضراتكم أنا عايز أجهز مين؟ المنشار ككل قلتلك المنشار ما بيجيش متجمع نفسي الكلام بالظبط هو يا مستر محمد هو المنشار اللي عندك هو له أكتر من جزء المنشار اللي عندنا فيه قطعتين قطعة بتركب مع المنشار لو لاحظنا لما جينا قلنا لكم في ضمن مكونات المنشار قلتلك إيه؟ يد المنشار السيلان الحت اللي جيب شطف دي كده في نهاية اللي جيب ديل المنشار دي هو أنا لما أجي أشتغل هشتغل كده باليد دي عشان تدخل في إيه دي وما أجي أشتغل إيه؟ هناك مقبض شفت لما كنا جينا تكلمنا في النشر وقلنا عندنا هيكل زو مقبض المبرد زو مقبض ركز كده ركز ركز معايا في الكلمة دي ونرجع للحلقة السابقة ونشوفها بقولك هيكل زو مقبض المبرد المقبض ده هو اللي أنا هستخدمه هنا المقبض ده اللي بيطلق عليه النصاب تاني الجزئية دي يا أولاد يبقى بعد اختيار المبرد المناسب بعد اختيار المبرد المناسب طبقا ليه؟ نوع عملية البرادة أو طبقا للشكل المطلوب بردته يركب النصاب النصاب ده مصنوع من إيه مستر محمد؟ مصنوع إما من الخشب أو من البلاستيك وحنشوف شكله دلوقتي وإزاي بنركبه وإزاي يستخدم طيب خليكم معايا طيب الهدف منه إن أنا بمسك به بمسك كده المبرد ده زي اليد دي كده نبص كده معايا معلشي ده المبرد أهو ده المبرد وده الطرف المدبق بتاع يد المبرد أنا ماينفعش أمسك كده وما المحتاج إيه حضرات؟ محتاج يد اليد هي بتاعة المبرد نبص معي أنا كده مع بعض بعد إذنكم اليد دي المفترض تركب هنا اليد اللي ركبت دي إما تصنع من الخشب أو من البلاستيك ولها فايدة هقول لحضرتك عليها دلوقتي بص كده بص لي كده بقى على الشكل كده معلشي ملاحظين إيه يا أولاد؟ حتة كده زي ما بنقول كده وتعودنا معاكم على التأملات الذاتية قول لحضرتك ملاحظ إيه؟ ها هسمع منكم كده واحدة واحدة؟ جميل فعلا بقول يا مستر محمد هنا بيركب نصاب المبرد ليه الجزء الخشب اللي موجوده وهنا بيركبه بس دي طريقة صحيحة لمين؟ لتركيب النصاب لأن الطرف اللي بيركب فيه النصاب ده طرف مدبب طرف إيه يا أولاد؟ وأنا هقول لكم واقعة حصلت معايا أنا بالفعل لكي نتجنب الطريقة الخاطئة لتركيب يد النصاب أو يد المبرد بصوا معنا حضرات لاحظ هنا الرجل مسك المبرد هو باليد ده هي وركب سبت اليد الخشب بييده كده والمطرقة الخشبية هي دقة بسيطة كده دقة بسيطة عن بمين؟ دقة بسيطة على النصاب ده أو على المقبض الخشبي ده ويتمسك حلو كده؟ ويتمسك تعال بقى معايا الملاحظ إن يد المبرد هنا لفوق يد المبرد يا أولاد لفوق الاستخدام الخاطئ وحزاري ثم حزاري ثم حزاري وضع يد المبرد لأسفل وحضرتك تمسك وحضرتك تمسك المبرد ده وتقعد تدق كده فين؟ تدق المبرد في مين؟ في اليد المبرد ما بيدقش في اليد اليد هي اللي بتدق في المبرد نراكز كويس جدا 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 مع حضراتك طيب تعالة يا مستر معلش الحتة دي هو أنا ما سددش يد المبرد تبقى لأسفل؟ لا يا جميل الوضع اللي أنا بقول لك عليه يد المبرد ما تكونش الأسفل كوضع تسبيت حتدق بها كده يعني ممسكش المبرد ممسكش المبرد كده بالطرف المدبب كده واليد هنا سابتة وعد دق كده بالمبرد لا يا جميل الصح الصح عندي إن أنا بثبت التاني عشان أقول لكم على الجزئية دي الصح إن أنا بثبت المبرد بتاعي والطريقة الصحيحة اللي شفناها أبدأ أدق على مين؟ على اليد الخشب بطريقة خفيفة جدا أو بدقة خفيفة لحد ما أركب مين؟ وتطمن وتأكد إن اليد الخشبية دي أو اليد البلاستيك دي تم تثبيتها في جسم في ديل المبرد أو في طرف المبرد اللي موجود عندنا بص كده معايا معلشي على الوضع الخطأ ده والوضع الخطأ ده حدث معايا بالفعل أيام ما كنت طالب يا أولاد في قسم الصناعات الميكانيكية لاحظنا إيه؟ هو هنا مسك المبرد بإيد نركز كده مع بعض ما عليشي في الواقع دي أو في الحادثة اللي بتحدث لي أبناءنا الطلبة أو لقدر الله مش عايزينها تحدث داخل مدارسنا الصناعية نركز مع بعضنا ما عليشي بعد إذنكم نبص مع بعض كده على الشاشة لو سمحتم والناس تسيبها من اللي في إيديها وتسيبها من الورقة والقلم واللي بتسجلوا معايا ونلاحظ بس الطريقة المثلة اللي حنبدأ نسبت بيها المبرد بتاعي أو الطريقة الخطأ اللي تمت قدام مننا هنا الطبيعي ده المبرد ده يا أولاد ده المبرد أنا جبت النصاب أو جبت اليادي الخشب وعملت إيه؟ وجبت سبت هنا سبت هنا ورحت جايب بص بص كده ورحت جايب المبرد ده ده الطريقة الخطأ وسبت هنا أثناء ما حضرتك بترفع إيدك وتنزل مرة تانية النصاب يتخلع من يد المبرد راشق راشق طرف المبرد في إيد حضرتك يبقى ده استخدام خاطئ وده حدث معي أيام ما كنت طالب زي حضرتكم يبقى إذن الطريقة المثلة لتثبيت ودي تعتبر خاطرة جدا 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 لابد من ملاحظتها ولابد من اتباع الطريقة المثلة اللي قدام من حضرتكم والطريقة الخطأ أنا وضحتها لك هي تقوعة تستخدمها أنا بقول لحضرتك أن الطريقة دي خطأ ما تستخدمهاش في تثبيت اليد الخشبية أو اليد البلاستيكية حلو برضك لما تيجي تستخدم المبرد بتاعك لازم تمسك المبرد بالطريقة الفنية الصحيحة وحنوضحها لحضرتكم دلوقتي الشكل اللي جاي حيوضح طريقة مسك المبرد تمهيدا تمهيدا أنا بمسك المبرد دلوقتي وجهزت المبرد ليه؟ ليه؟ تمهيدا لبدء العمل الأول بالنسبة للمبارد الطولية والثاني للمبارد القصيرة وده اللي حيوضح معاه بص كده بص كده شفت شفت بس كده المبارد الوسيرة والمبارد الطويلة الرجل بيوصد ايه بالكلام ده؟ بيوصد ايه حضرات بالكلام ده؟ بنرجع معاه لشي؟ بجزئية دي الشكل اللي بيوضح طريقة مسك المبرد تمهيدا لبدء العمل الأول بالنسبة للمبارد الطويلة والثاني بالنسبة للمبارد القصيرة لاحظ حاجة بص كده شايف ده؟ شايف الجزء ده؟ بص 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 هو مسك هنا المبرد هو بإيده هاي ودي راحت اليد ده هي شفت متثبتها زي على المبرد من قدام؟ حلو طب بص كده على المنجلة اللي قدام من حضرتك دي وقطعة التشغيل اللي تم تثبتها وشوفوا هو مسك المبرد النصاب نفسه أو اليد راشقة هنا اليد الخشبية راشقة في منتصف اليد كده راشقة في منتصف اليد وشوف طرف إيده شليمين أو الشمال متثبتها ازاي؟ متثبتها في الطرف المدبب في الطرف المدبب لمين؟ للمنشار ده لو أنا حشتغل طولي كده طولي المنشير عندي طويلة طب لو أنا حشتغل بالعرض يبقى شفت الرجل غير وضع يده ازاي؟ وشفت وضع اليد يتغير هنا ازاي؟ يبقى أنا لابد من ملاحظة أو الاستخدام الأمثل لمسك المبارد طيب تاني الجزئية دي تتحدد وظيفة المبرد وفقا لشكل السلاحة هنا نقصد بيها بشكل الأسنان نفسها بمعنى يا أولاد بمعنى أن أنا عند المبارد المسطحة بتستخدم لتشغيل السطوح المستوي ومبارد المربعة بتستخدم في تشغيل السقوب المربعة وده اللي كان قبل كده وضحنا لحضراتكم بالشكل العام وضحناه لكم بالشكل العام قولي لك الشكل ده لو مربع يبقى أنا هاستخدم شكل مربع طيب الشكل ده لو مثلث يبقى أنا هاستخدم تستخدم المبارد المسلثة لتشغيل الزوايا الخارجية والداخلية قد تكون تلك الزوايا خارجية وقد تكون تلك الزوايا داخلية إذن نستخدم في ذلك المبارد المسلثة أيضا المبارد الدائرية اللي بنسميها زيل الفار أو ديل الفار بتستخدم عند تشغيل الثقوب الدائرية والمكوسة لأن المكوسة جاية من نص دائرة وبالتالي موجود عندنا المبارد الدائرية والمبارد الدائرية نصف دائرية دائرية عندي تشغيل السطوح المكعرة والمحدبة ومستخدم لها المبارد نصف دائرية إذن بناء على شكل المنتج بناء على تحديد استخدام المبرد جميل جدا نرجع بقى شوية اتعبنا شوية من الكلام النظري ندخل بقى على الأشكال اللي المفترض يا مستر محمد حلقيها في دولاب العد اللي موجود عندنا أسيبكم بقى بضع كده ثواني والناس تركز شوية في الشكل اللي قدام من حضراتكم بس أنا عايز عينك تقع على مين يا أولاد تقع بص 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 على الجزء ده الأول قبل ما تشتغل على شكل المقطع اللي موجود عندك أنا قلتلك ده مبرد مستوي هتقول يا مستر محمد حضرتك مقلتش مبرد مستوي من وقت ما اشتغلت الحلقة جميل حضرتك مركز وممتاز وأكثر من رائع ولكن بص بقى جميل الكلام اللي هلقولك المبرد المستوي ده واخد شكل ايه بص كده لشكل المربع واخد شكل مبطط واخد شكل مربع عندك إذن نفس المسمى واحد طالما نفس الشكل واحد تاني تاني يا أولاد أحيانا حضرتك هتيجي على البركود اللي بنزله أو الQR اللي بنزله ده أو هتيجي تبص على فيديو على اليوتيوب بيوضح أشكال ووظائف والطريقة المسلة لاستخدام تلك المبارد وتلاقي فيه مبرد مستوي تقول المستر في الحلقة بتاعته ما قلناش حاجة على المبرد المستوي لا يا جميل أنا قلتلك المبرد المستوي كده قبل ما تبص على المسمى بص على الشكل بص على الشكل الشكل اللي قدام حضرتك ده واخد ايه ها الشكل اللي قدام منك ده بص كده شكل الأسنان إذن مبرد مبطط مبرد مربع 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 الموجود عندك وبالتالي مبرد مستوي بس الأهم من ده كله بص كده لديل المبرد ده للطرف بتاع المبرد ده وبصي لشكل المقبض هو ده شكل المقبض بتاعنا يا أولاد هو ده شكل المقبض اللي موجود عندنا حلوة أوي طيب مبرض نصف دائرة هو مش واضح في الفريم هنا بس بص المين بص 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 للمقطع ده تيه واخد شكل نصف دائرة واخد شكل يا أولاد نصف دائرة وركز في النصاب اللي موجود عندنا أو المقبض اللي موجود عندنا اختلف شوية شكل النصاب اه اختلف شوية ولكن هو هو نفس النصاب ونفس المقبض اللي موجود عندنا في المبرد الدائري بص لشكل مين لشكل الدائرة مبرد المثلث بص لشكل المثلث دي نمازك حية من واقع دولاب العدة اللي حضرتك هتشوف وأنواع المبارد المستخدمة عندنا طيب هو مستر محمد وأنا ممكن أستخدم المبارد دي في أشكال دقيقة آه للآلات الدقيقة آه في مبارد لأجزاء تلها الدقيقة جدا جدا زي مثلا أحيان بتلاقي الرجل الساعاتي بتاع الساعات ده عنده مبارد بس مبارد بتستخدم للأجهزة الدقيقة آه للعمليات الدقيقة ما ينفعش أجيب مبارد عادية خالص زي دي كده واستخدمها للآلات أو للعمليات آه الدقيقة يبقى كده وضحنا لحضراتكم وقلنا لكم وظيفة المبرد وفقا لشكل السلاح المستخدم ونرجع مع حضراتكم مرة تانية بص 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 كده بص يا جميل بص تاني المبرد ده اسمه مبرد ايه مستوي حلو طب بص كده المبرد ده اسمه مبرد ايه مبرد مبطط يبقى المستوي هو المبطط اللي موجود عندنا الاختلاف عندي في المبرد المربع أخد شكل مربع المبرد اللي عندي أخد شكل مسلس يبقى بنعرض لحضراتكم مرة تانية الواقع والتطبيق العملي لأشكال المبارد المبرد الدائري وضحنا استخدامه هو توجبناه دق جوة خامة وهو بيبرد فيها جبنا مبرد نص دايرة وقولنا ده بيستخدم في ايه للأشكال المحدبة أو ليه للأشكال المقعرة آآ مبرد سكيني مبرد شبه منحرف شبه منحرف اللي بياخد مجرى مجرى ايه حضرات جميل مجرى غنفار يا مستر محمد ودي تعتبر وظيفة المبرد وفقا لشكل آآ السلحة حلوة أولا تاني يا مستر عشان حضرتك كده كان الدنيا ممكن ممكن تدخل في بعضها دلوقتي أنا عندي مبارد تصنف تاني مبارد تصنف من حيث عدد الأسنان عندي مبارد مفردة ومبارد مبارد ذات أسنان مفردة ومبارد ذات أسنان مزدوجة ومبارد محببة ومبارد منحانية وبناء الذي تختلف عدد الأسنان وبناء عليه بتختلف شكل سنة اللي موجودة مع حضراتكم وبالتالي للاستخدام الآمن لابد أن تكون تلك المبارد خالية تماما من الخدوش والشروخ وأي مقبض خشبي غير صحيح أو غير سليم لا يجب استخدامه وليجب أن تكون المشغولات المطلوب بردتها وثبتة تثبيت جيد جدا في المنجلة أو أداة التثبيت اللي موجودة مع حضراتكم عندنا قد يكون البرد عرضي وقد يكون البرد مائل وده اللي وضحناه لحضراتكم قبل كده ودي الوقفة الصحيحة بتاعة المبرد اللي حضراتكم بحيث جسمك كله بيريح على القدم اليسرى والساق اليوم ما بتبقى مستقيمة والأقدام ثابتة ويحدث اتزان توزن المبرد الأول على الخامة المطلوب تثبيتها بكده أعزائي الطلاب طلاب قسم الصناعات الميكانيكية بالمدارس الصناعية تناولنا مع حضراتكم المبارد ما لها وما عليها من مفهومات ومصطلحات مختلفة ما لها وما عليها من أنواع وأشكال وطريقة مثلة للعمل بمثل هذه الأنواع المختلفة للمبارد وبناء عليه بيتم تحديد المبرد بناء على شكل العملية المطلوبة دايما حبابي وأبناء الطلاب وأتنا بيتسير مننا بسرعة ولكن على أمل لقاء وموعد يتجدد بكم دائما وأبدا في حلقات أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة